بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبة المؤمنين الكرام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل نتواصل معكم أحبة في الإجابة على السؤال الذي يقول لماذا أخرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام النساء معها وقد أجبنا في الحلقة الماضية على البند الأول الآن نجيب أنه السبب الآخر يعني كما أسلفت لكم من باب التحليل أن الإمام الحسين عليه السلام لعله يريد أن يبين أنه غير خائف وإلا ما معنى أحبتي الإنسان اللي يكون مطلوب إلى السلطة مطلوب إلى السلطة وتراه يهرب من السلطة يعني يتخفى في النهار ويسير في الليل حتى يهرب من عيون السلطة لأن الليل ستر واقعا على الإنسان مو مثل النهار لكن هذه الشخصية العظيمة الملوكية كان موقبه كموقب الملوك وأين الملوك من مقام يا أبي عبد الله واقعا موقب ملوكي موقب عظيم سماوي إلهي وهو حجة الله على الأرض يخرج بهذا العدد والنساء معه في وضح النهار ويودع المؤمنين والناس بين باكن وحزين على خروج الإمام الحسين أنه كيف هذا الحجة الحجة العظيمة لله يخرج من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم فلعل الإمام يريد أن يثبت أنه غير خائف وإلا لو كان خائفا لخرج متخفيا وكما أسلفت لكم أحبتي أمير المؤمنين أبو منطلع والفواطم معه في الحلقة الماضية أنه قال يا قريش لا تقولوا جبن بن أبي طالب وخرج خلصا هذه ضعينة محمد أنا أخرج بها ومن أحب أن أفري لحمه بدم فليتبعني إذن هذا الموكب العظيم المهول يخرج به الإمام الحسين في وضح النهار ويطلب من أبي الفضل أن يهيئ هودج زينب عليه الصلاة والسلام ويأتي ويدخل عليه ويخرجها ويركبها بكل عز وكرامة وتعظيم وتبجيل ويخرج الإمام ويودع المؤمنين والملتقى يوم القيامة إذن أراد أن يثبت أنه غير خاف السبب الآخر أحبتي هو أن وجود النساء خلف الجيش يعطي عزيمة قوية إلى المقاتل لأن يضاعف جهده وجهاده للحفاظ على النساء للحفاظ على العرض لذلك أحبتي القضية وين حينما دخل الإمام الحسين وكان معه نافع ابن هلال يقول لازم إيده ووصل إلى خيمة زينب يقول تركني ودخل فاستقبلته عليه السلام مولاتنا الزينب استقلبت أخاها سئلة سؤال للإمام الحسين ونافع اسمه أبا عبد الله عرفت نيات أصحابك استشفت نياتهم أخشان يسلموك عند الوثب مضمون كلامه بأبي وأمي حتى لا تقوم فقال أخي اختبرتهم ومضمون كلامه بأبي وأمي وجدتهم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل إلى محال بأمه يقول لنا فأنا أركضت إلى خيمة حبيب هنا خيمة الأنصار قاعد حبيب ويقول هل أيها الأصحاب تدعونا سألتكم يتقدمون أم أنتم تتقدمون خيمة أهل البيت متصدر الجلسة أبو الفضل العباسة الذي نحن بحضرته المباركة الشريفة يا بني هاشم تدعونا الأنصار تقدمون أم أنتم تتقدمون يقوم البطل الهاشمي حفيد أمير المؤمنين شبل الإمام الحسين عماب الفضل الحمل الثقيل لا يحمله إلا أهله يجي نافع يركض إلى حبيب يا حبيب ترى اركض زينب متوجز يقوم حبيب ينادي يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيج يسمع العباس أبو فاضل ها يا حبيب لهذا اليوم ادخلني والدي قال ارجع سيدي لا سهرت عيونكم يأتي الأصحاب يقفون أمام خيمة زينب ويقولون سيدتي يا آل رسول الله يا بنات رسول الله ها هم فتيانكم آلوا على أنفسهم إلا أن يضعوا رماحهم في صدور أعدائكم سيدي يا أبا عبد الله سيدنا ومولانا والله لن يصل إلى حرمك سوء وفينا عرق ينبض لذلك إمام حسين قال أخي زينب لو لا سمعوا كلامك قوموا لهم قامت بجلباب أمها فاطمة وحيت هؤلاء سلمت عليهم حاموا دون حرم رسول الله لذلك أحبتي لاحظوا كيف أن هؤلاء جاهدوا جاهدوا بكل ما أوتوا من قوة في سبيل الحفاظ على الدين على الناموس على العرض على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك بعد أن رحل هؤلاء ماذا صنع الأعداء الأوباش المجرمون ساقوا بنات رسول الله من بلد إلى بلد يتصفح وجوهن القريب والبعيد والشريف والدني ليس من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي لذلك أحبتي وجهد النساء يعطي قوة وعزيمة للمقاتل ولا سيما أصحاب أبي عبد الله لأن يجاهدوا ويقاتلوا في سبيل الدفاع عنهن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة